إيحة كورونا وأجازة نص سنة تعدل معادها إلى 16 يناير لحد 20 فبراير والنهاردة هنشترك مع حضراتكو في ما هو قادم إن شاء الله استمرت الوزارة وزارة التربية والتعليم في إنتاج وبس المحتوى التعليمي على القنوات التعليمية على قنوات مدرساتنا وعلى منصات إلكترونية كثيرة جدا عشان الولاد وهي قاعدة في البيت تكمل الدراسة عن بعد ونصحنا طبعا الأولاد طول الوقت ده بالتحضير للفصل الدراسي الثاني والامتحانات رغم إن كان فيه طبعا إشاعات كثيرة جدا بتقول عكس كده الدولة كل أجهزة الدولة الحقيقة بتكتهد لحماية أولادنا وحضراتكو شفتم بارح لجنة إدارة الأزمة كانت مجتمعة بعدد كبير جدا من الوزراء وبرئاسة دولة رئيس الوزراء بتشوف السيناريوات المختلفة اللي نكمل بها الدراسة نعوز أقول لحضراتكو أن دول كبرى زي اسكوتلندا مثلا طلعت قرار في اليومين اللي فاتوا بإلغاء العام الدراسي في اسكوتلندا بالكامل بحيث كل الولاد هتعيد السنة هناك مصر الحقيقة كانت نجحت السنة اللي فاتت نجاح كبير في الحفاظ على مستقبل الولاد ونحاول نكرر ده السنة دي فامبارح لجنة إدارة الأزمة وقفت على سيناريوهات للتربية والتعليم والتعليم العالي كنا منتظرين زميلي الدكتور خلد عبدالغفار وزير التعليم العالي وسوف في البرلمان يمكن يشترك معنا بعد شوية خلونا في الأول نشوف هنعمل ايه في التربية والتعليم في الفترة اللي جاية ان شاء الله فهتستأذن حضراتكم نروح قدام الشاشة نتكلم على خطط حكتين استكمال الدراسة في الفصل الدراسي التاني والتقييم بعد 20 فبراير 21 نتكلم شوية على بعض الأمور نحنا نجحنا زي ما قلت العام الدراسي اللي فات حضراتكم فاكرين الدراسة وقفت في مارس 2020 بسبب كورونا كانت ظروف بلغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف اللي احنا فيها النهاردة ونجحنا ان احنا نعمل السنوية العامة كان إنجاز كبير جدا والولاد دلوقتي في الجامعة الحمد لله بالرغم من كل هذه المحاولات اللي احنا سعداء بيها إلا أنه لازم نفتكر أن الجيل الطلبة اللي تعرضوا لجائحة كورونا فقدوا سبع أسابيع أحنا نحن 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 نح تقييم عادل علشان نقدر نعرف الطالب المجتهد من الطالب اللي لسه ما حصلش تحصيل الدراسي الكامل وزارة التربية والتعليم حضرت كم هائل من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية وحضراتكو عارفين المنصات والقنوات التلفزيونية الموجودة للي عنده انترنت واللي ما عندهوش انترنت عشان نقدر نذاكر عن بعد لو اضطرينا لذلك الحاجة الوحيدة اللي ما نقدرش نعملها كدولة هي ان احنا نقر بنجاح طالب في اي صف دراسي الى الصف الاعلى بدون تقييم منضبط وده اللي بنحاول نلاقي حلول عشان نعمله مع المحافظة على ولادنا من جائحة كورونا وعلى استادة المعلمين والاداريين حضرتكو عارفين ان انظام التعليمي الجديد اللي هو من كي جي وان حاليا لحد تالتة ابتدائي ما فيهوش امتحانات في التصميم الاصلي بتاعهم وبالتالي فيه هنا تمانية مليون من ولادنا مش هنتطر نزلهم امتحانات لان هما بيتم تقييمهم بشكل مختلف احنا صممنا مجموعة من حلول هنستعرضها مع حضراتكو لتقييم الطلاب في سنوات النقل اللي هي من ربع ابتدائي لحد تاني اعدادي وكذلك في اولة وتانية سنوية باقل قدر ممكن من التواجد في المدرسة وبالطبع حرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بالضوابط الاحترازية وزارة الصحة تم عرض ده كله عليها وعلى السيد مستشار الرئيس تمت الموافقة عليه في لجنة الازمة ووعدت كمان السيدة الدكتورة وزارة الصحة بتوفير اللقاح قريبا لكل السادة في المنظومة التعليمية مع فئات اخرى في الدولة حفاظا على المنظومة كلها طيب تعالوا نشوف هنمشي موضوع امتحانات الترم الاول ازاي اول حاجة مكتوبة فوق ان امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية هيتم تأجيلها لنهاية العام عشان نختصر عدد مرات الحضور لهذه المواد طيب اتفقنا ان من كي جي وان لحد تالت ابتدائي مفيش امتحانات على الارض مفيش امتحانات في لجان للمجموعة دي الشهادة الاعدادية كانت بتتعامل على ترمين ترم اول وترم تاني احنا هنضمهم في نهاية العام هيتم اجراء امتحانات الشهادة الاعدادية والسانوية في لجان تقليدية بس في اخر السنة وهينزل جدول بها لاحقا يبقى دلوقتي اللي في الشهادة الاعدادية ما عندهمش ترم اول هيمتحنوا ترم تاني امتحان واحد في اخر السنة سنوات النقل هي اللي عليها الكلام من ربع ابتدائي لحد تاني اعدادي هنعمل امتحان واحد مجمع في جميع المواد في يوم واحد فقط لكل سنة دراسية من هذه السنوات يعني بدل ما ينزلوا اربع وخمس مرات في امتحانات مواد مختلفة انزلوا مرة واحدة هيكون المدرسة ما فيهاش غير الولاد بتوالعام الدراسي اللي بيمتحن يعني لو قلنا يوم كذا هيبقى ربع ابتدائي المدرسة ما فيهاش غير ربع ابتدائي هياخدوا كل الفصول بحيث يبقى فيه تباعد ويعملوا امتحان واحد عن مدرسوف الترم الاول وينتهي الامر يبقى كده اي وليه امر عنده اولاد في السن ده من ربع ابتدائي لتاني اعدادي الولاد مطلوب منه تنزل مرة واحدة يوم واحد هنعريكو الجدول دلوقتي وهنكرر ده في اخر شهور مارس وابريل ومايو ونلغي الترم التاني يعني بمعنى اخر هننزل مرة في فبراير هنمتحن في النص الاول من العام ده يبقى امتحان الترم الاول بعد كده امتحانات في اخر كل شهر بنفس الاسلوب مرة واحدة هينزل امتحان مجمع عن اللي درسه في مارس ثم في ابريل ثم في مايو وينتهي الامر نفس الحاجة هتحصل في اولى وتانية سنوي بس دول هيمتحنوا امتحانات الكترونية في فبراير هيمتحنوا في لجان في المدرسة وبعد كده الامتحانات الشهرية اللي هي في مارس وابريل ومايو هتكون الكترونية ومن البيت فده الحل اللي حراتكو شايفينه ككل بيحقق ان احنا نقدر ننفذ الامتحانات باقل قدر من التواجد واكثر قدر من الحرص والاجراءات الاحترازية اللي تعمل في المدارس في هذه الايام ويبقى عندنا تقييم نقدر نستعد بيه لما هو قادم طيب نشوف الكلام ده بطريقة اكثر وضوحا يعني امتحانات الترم الاول لو خدنا من ربع ابتدائي لحد التانية اعدادي هتبقى بالزبط كما هو موضح في الجدول ده يوم الحد 28 فبراير ربع ابتدائي ليه اخترنا 28 فبراير لان النهاردة احنا 14 فاحنا مديين اسبوعين للولاد يحضروا نفسهم للي بنتكلم عليه دلوقتي عشان احنا عارفين ان فيه جزء منه ما كانش بيحضر في الاجازة فهنديله اسبوعين يجهز نفسه اول ناس هتيجي اللي هي ربع ابتدائي هتيجي يوم الحد هتمتحن وتبقى خلص الترم الاولاني يوم الاثنين واحد مارس خمسة ابتدائي يوم التلات وهكذا لحد يوم الخميس اربعة مارس نكون سنوات النقل من ربع ابتدائي التانية دا دي خلصوا الترم الاولاني باقل قدر من التواجد في المدرسة الامتحانات دي مجمعة يعني في المواد الاساسية هيجي امتحان في سؤالين ثلاثة في كل علم من العلوم وهيبقى يوم واحد لكل صف دراسي ومحدش هيجي المدرسة غير طلاب السنة اللي عندها امتحان المدارس تبقى فاضية طيب السنوي اولى سنوي هتبتدي يوم السبت 27 فبراير وتاني يوم هيبقى تانية سنوي ثم اولى ثم تانية يوم او يوم لا لحد ما يخلصوا المواد اللي عندهم برضو المتحانات اللي خارج المجموع هتؤجل لاخر السنة دي المواد الاصلية هنزلهم جدول تفصيلي بالمواد دي ولكن دي الايام المستهدفة وبرضو محدش هيجي المدرسة السنوي غير طلاب العام اللي بيمتحن الجدول التفصيلي هيلاقوها على موقع الوزارة خلال الاسبوع ده هذه المجموعة هتخلص تسعة مارس بعد تسعة مارس من الاربع عشرة مارس المدارس هتعيد افتتاح ابوابها بالجداول اللي كنا ماشيين عليها في الفصل الدراسي الاول للحضور النظامي وهتعود مجموعات التقوية بعد تسعة مارس يبقى من هنا لحد تسعة مارس دي فترة امتحانات الخبر اللي طالع بعد لجنة الازمة مد الاجازة اسبوع ده الخبر الغلط الخبر الصح هو استكمال العام الدراسي وانعقاد امتحانات الترم الاول احنا زودنا الاسبوع ده عشان الولاد تحضر نفسها مش انت اعتبروا اجازة احنا من النهاردة بنقول لامتحاني يوم كذا علشان يبقى عندنا اسبوعين نجهز نفسنا فيهم لما هو قادم يعني ان شاء الله طيب عشان بقى يبقى الكلام واضح نحططناه في صورة قرارات قرار نمر واحد يتم عقد امتحانات الترم الاول زي ما اعرضنا في الجداول اللي حضراتكم شفتوها من 27 فبراير لحد تسعة مارس 2021 بينما تعقد امتحانات الشهاداتين الاعدادية والسنوية في نهاية العام في لجان مدرسية مراقبة مش في البيت ومش ابحاث كلام ده مش هيحصل في جميع السنوات طيب قرار اتنين امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع زائد مواد الهوية للمدارس الدولية هتكون في نهاية العام ان شاء الله وبالنسبة المدارس الدولية تستطيع اعادة الحضور بتاع ولادها كل مدرسة حسب خطتها لانها مدارس متنوعة بدءا من 20 فبراير يقدروا يمشوا على النظام بتاعهم سواء في الحضور او في الامتحانات فالمدارس الدولية تقدر تقرر لنفسها مواعيد حضورها ومواعيد امتحاناتها مع الاخذ في الاعتبار بالاجراءات الاحترازية اللي الوزارة ووزارة الصحة ادوها لهم عودة الحضور هيكون بدون غياب بعد 10 مارس يعني اختياري لوليه الامر زي بالجداول بتاعت الترمي الاولاني وهنشغل مجموعات التقوية في المدارس زي ما كانت شغالة معنى الكلام ده انه وليه الامر اللي سمعنا هو عارف موعيد الامتحانات اللي هي هننزل مرة واحدة في فبراير مرة في اخر مارس مرة في اخر ابريل مرة في اخر مايه لو كانوا مش عاوزين الولاد تحضر المدرسة وهيتابعوا معاهم مذاكرة من البيت احنا وفرنا كل المواد اللي محتاجينها بس ده قرار وليه الامر بس في الحالة دي لازم وليه الامر يجي يمضي اقرار رسمي ان هو هيعمل كده لشان نبقى متأكدين ان عدم وجود الطالب بموافقة وليه الامر فالوليه الامر اللي هيختار ان ولاده تيجي بس على الامتحانات كده معناه ان الابن او البنت هيجولنا اربع مرات من هنا الاخر السنة ده اقل عدد ايام حضور ممكنة يعني طب لو ليه امر مش عاوز حتى يجي الاربع ايام بتوع الامتحانات يقدر يقدم لنا طلب يختار فيه اعادة السنة الدراسية يقدم طلب رسمي لادارة التعليمية ومنش هنحسبها له سنة سقوط ولا اي حاجة علشان من يخشى من موضوع كورونا من حقه يختار ياما اعادة السنة ياما مجيش المدرسة واحضر الامتحانات بس واذاكر عن بعد عن طريق المحضرين له او يجي المدرسة ومجموعات التقوية ويمتحن زي ما احنا اعرضنا على حضراتكم بعد كده السنوات من اربعة لحد تاني اعدادي هتمتحن امتحانات ورقية مجمعة في اخر كل شهر في المدرسة مش في البيت ومش ابحاث هتمتحن امتحانات مجمعة ورقية في نهاية كل شهر يعني مارس اخر مارس عن اللي درسوه في مارس اخر ابريل عن درسوه في ابريل عشان الولاد تبقى مركزة طول الفترة دي ومش هيبقى فيه بقى امتحان تيرم تاني خلاص هيبقى نمرت التيرم الاولاني مع نمرت التلات امتحانات دول هي دي اللي هننجح بيها للصف الدراسي اللي باعته اولا وتانية سانوي هيجوا اللجنة في المدرسة في فبراير زي الجدوة اللي وردتوا لحضراتكم لحد تسعة مارس بعد كده هيبقى فيه امتحانات الكترونية ليهم اولا وتانية سانوي من المنزل في اخر مارس وابريل ومايو برضو بديلة عن امتحانات التيرم التاني يبقى كده خلاصوا العام الدراسي تلتة سانوي عندهم طبعا الامتحان السانوي العامة في الاخر انما هنعمل لهم امتحان الكتروني تجريبي يجربوا بيه الاجهزة والاسئلة الجديدة في شهر ابريل ان شاء الله من البيت عشان يتمرنوا على قبل الامتحان النهائي الطلاب المنازل والراسبين واللي كانوا مقسمين مواد هيمتحنوا السانوية العامة الكترونيا بنظام التقييم الجديد ليه لان احنا ما نقدرش نعمل امتحانين وندخل التنسيق نقدرش نعمل امتحان الكتروني وامتحان مختلف ورقي كده يبقى عندنا مجموعتين غير بعض ويصعب جدا تنسيق الجامعات فكل طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الدولة والوزارة هتلاقي لهم حلول يمتحنوا الكترونيا وهندربهم قبل الامتحان الاخير على هذا على استخدام الاجهزة بس هم بيسألوا السؤال ده كتير فاحنا بنقول لهم الامتحان هيكون الكتروني وبنظام التقييم الجديد الاسئلة الجديدة طيب ابناءنا في الخارج بنعمل لهم حل برضو مبتكر وجديد عشان نمتحانهم وهم بره وابناءنا في التعليم الفني هنعلن عن ده في نهاية الاسبوع القادم عن كيفية امتحان ابناءنا في الخارج وكل تخصصات تعليم الفني عشان ننهي جدل حول السنوية العامة امتحانات السنوية العامة الكترونية زي ما اعلننا قبل كده لجميع انواع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة زي السنوية العامة بتاع السنة الفاتت بالزبط بس بدل ما هي على البوكلت هتبقى على التابلت وهتبقى اكتر من فرصة المحاولات مختلفة هنعلن الجدول بتاع المحاولات دي في نهاية شهر فبراير وعلى الارجح السنوية العامة لن تبدأ قبل شهر سبعة ليه لان السنة الدراسية كلها تغيرت الخريطة الزمنية والدولة حريصة جدا على حاجتين عدم حزف شيء من المناهج لأي صف دراسي والتقييم المنضبط فاحنا لو السنة اضطرينا نطولها لحد اخر الصيف عشان نوصل للنتيجة دي هنعمل كده علشان نحافظ على العام الدراسي بس مش هنختصر من المناهج ومش هنعمل امتحانات من البيت او ابحاث ليه علشان ما نقدرش بالطريقة دي نضمن نفرق الطالب المجتهد من من زميده اللي ما بازلش مجهود فعشان كده هنمشي على النظام اللي حضراتكم شايفينه فنحضر نفسنا للامتحانات المعروضة بهذا الشكل وبعدين فيه قرار تاني يهم بس مجموعة واحدة هي طلبة الدبلوما الامريكية طلبة الدبلوما الامريكية كانت لغى السات اجزام اللي سنة اللي فاتت والدولة اعتمدت امتحان بديل اللي اسمه استي وبعدين عملت الامتحان الاضافي اللي اتعمل من الدولة المصرية اللي هو الاستي علشان نساعد بيه الولاد وساعدناهم فعلا ودخلوا الجامعات المصرية بس القرار اللي تم اتخاذه ان الامتحان المصري استي هيبقى من اللحظة دي هو المؤهل الوحيد لدخول التنسيق بتاع الجامعات المصرية منذ هزا التاريخ مش هنطبقوا بأثر رجايه بس بس الولاد اللي في الجريد ناين ودخلين سنة عشرة او حداشر يبقوا عارفين ان احنا ده الامتحان اللي هيعتد بيه في تنسيق الجامعات السات والاست هيكونوا موجودين لمن يريد انه ياخدهم عشان يخش جامعة اجنبية بس اللي عاوز يخش جامعات مصرية في مصر لازم ناخد الاي استي الدوابط التنظيمية المتعلقة بفكرة الماتشنج اللي طلب الدبلوما الامريكية عارفينها اللي هو انتقاء المواد الاعلى درجات من كذا محاولة بياخدوها او السوبر ماتشنج ده هنحط الدوابط التنظيمية ليه قبل نهاية شهر اتنين بعد دراسة من مجلس التعليم قبل الجماعي والمجلس اعلى للجماعات لان ده موضوع اكاديمي معقد فهنقول لهم على الضوابط بتاعته خلال الشهر اللي احنا فيه بس يمكن الاهم ان اي حد ولاده في الدبلوما الامريكية يبدأ يستسمر في الامتحان اللي هو استي على اساس ان ده الامتحان اللي احنا عارفين الجودة بتاعته وبنقدر نتحكم فيه وما بيخضعش للتغيرات الدولية لان حسب كورونا حول العالم الامتحانات الاجنبية ممكن تنهار الاي جي بتاع الشهادة البريطانية انهار في دول كتير جدا في العالم جالنا جواب في مصر ان مصر نظرا لقدرتها على تعامل مع جائحة كورونا في امتحان الاي جي هي انعقد في مصر رغم عدم ان ايقاده في دول اخرى كتير جدا فده شيء كويس لولادنا اللي في المدارس البريطانية ده يغطي مجموعة الامتحانات بعد عشرة مارس الدراسة هترجع بالجداول التقليدية لمن يريد الحضور ومجموعة التقوية هتكون شغالة الاهم من كده انه الجداول دي احنا كنا حطينها السمستر اللي فات او الترم اللي فات هنمشي عليها وبفكر حضراتكو انه اللي هياخد الاختيار بتاع التعليم عن بعد النهاردة بقى عندنا قنوات التلفزيون مدرستنا واحد ومدرستنا اتنين موجودين على الهوى على الدش وموجودين على الارض وموجودين على يوتيوب في مكتبة من الفيديوهات من اول يوم في الدراسة لحد النهاردة للي ما شافهاش بنصحوا يشوفها كأنه راح المدرسة بالزبط من افضل اساتزة بتغطي قناة مدرستنا واحد بتغطي من ربع ابتدائي للاعدادية قناة مدرستنا اتنين بتغطي المرحلة السنوية دي مجانية طبعا بالاضافة لكده في منصة زاكر موجودة على الانترنت في بس مباشر من الوزارة في منصة ادمودو في للولاد في سنوي طبعا منصة ادارة التعلم اللي على التابلت ففي وسائل تعليمية كتير جدا وفي بعد كده مكتبة الدروس الالكترونية اللي اسمها حصص مصر موجودة من الاعدادية للسنوية العامة بتعمل مراجعات على اعلى مستوى من مركز تطوير المناهج ومركز قومي الامتحانات فعدد المنصات المتوفرة كبير جدا وعدد القنوات التليفزينية كبير جدا لو احنا حبينا نعتمد على نفسنا ونذاكر من البيت او نقدر نيجي المدرسة نسأل اساتزة ونرجع نكمل او نقدر نروح مجموعات التقوية في المدارس فالدولة وفرت كل مصادر التعلم اما من حيث الامتحانات بتاع الترم الاول زي ما قلنا لحضراتكم كل صفوف سنوات النقل هتنزل اقل عدد من الايام هينزل نص يوم تلات ساعات بكتير قوي نخلص الترم الاولاني وبعد كده امتحان شهري بديلا عن الترم التاني ده كده الملخص بتاع كيفية ادارة الفترة الجاية وبنشكركم على اهتمامكم وان شاء الله تبقى سنة جميلة ننجح فيها كلنا ونعدي للسنة الجاية بدون مشاكل رغم الجائحة اللي احنا فيها وطبعا الدولة في كل وقت ولجنة دارة الازمات بتتابع تطورات الجائحة اي حاجة محتاج اي قرار محتاجين ناخده هناخده ففي اللحظة دي الدولة كلها الحقيقة وفقت على ما عرضناه والسيد الرئيس بحثوا معنا بتفصيل شديد جدا وده كله عشان نحافظ على السنة دي والتحصيل العالمي لولادنا وان شاء الله ننجح في هذا مع بعض وبشكر مقدما السادة المعلمين والاداريين اللي هيعكفوا على وضع هذه الامتحانات وتصلحها وادارة اللي جان دي في المدارس وان شاء الله بالتوفيق لكل ولدنا وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة